فهر الخبر البداية كالعادة مع أخبارنا دي زمالك ونهارك زمالكاوي وأول أخبارنا من عند وضع البرتغال جزبالدو فريرا برنامج تدريبي منفرد ليوسف أوباما صنع ألعاب الفريق لتجهيزه بالشكل الأنفل للفترة المقبلة خضع أوباما لبرنامج تدريبي على ملعب عبداللطيف أبو رجيلا قبل انطلاق التدريبات الجماعية بساعة ونص تحت قيادة أندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال وقام أوباما بأداء تدريبات بدنية ببعض الأدوات التدريبية اللي أعدها لي مخطط الأحمال بالنادي كمان نروح لمصطفى شلبي جناح فريق نادي الزمالك اللي أدى تدريبات تأهيلية منفردة قبل انطلاق التدريبات الجماعية بالأمس بمقر نادي وخد شلبي تدريبات منفردة تحت إشراف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي قبل خد تدريبات بدنية في صالة الجيم وبيسعى الجهاز الفني لنادي الزمالك تجهيز شلبي بالشكل الأمسل خلال فترة التوقف الحالية استعدادا للمباريات اللي جاية وطبعا شفنا مصطفى شلبي بيعمل أداء قوي جدا مع نادي الزمالك لعب جريء وان شاء الله بنستنى منه المزيد نرحل واحد تاني من لعبين المنضمين حديثة نبيل عماد دونجا لعب وسط الفريق اللي بينفذ المرحلة التالتة من البرنامج التأهيلي الخاص به للتعافي من الإصابة اللي كان بيعاني منها في غضروف الرجبة دونجا قام بإزالة اللاصق الطبي اللي كان على موضع الإصابة وقدى تدريبات الجري حول الملعب وظهر اللعب حالة جيدة بعد ما أدى جزء تأهيلي ثم خاد تدريبات الجري حول الملعب وتعد المرحلة دي من التدريبات هي المرحلة الأخيرة من التدريبات التأهيلية وبعد كده يحدد الجهاز الطبي موعد مشاركة دونجا في التدريبات الجماعية وفقا لسير البرنامج التأهيلي وجاهزية اللعب كمان حرس الجهاز الفني للفريق بقيادة فريرة على رفع الحمل البدني لللاعبين خلال تدريبات مبارح السلساء بمقر النادي وأندريا فيليب سوزا مخطط الأحمال قام بإحضار كافة الأدوات التدريبية الخاصة بالجم داخل أرضية الملعب من أجل تنفيذ برنامج بدني خاص لكل اللعبين في نفس الوقت استعان الجهاز الطبي بهذه الأدوات التدريبية لتأهيل عدد من اللعبين خاط كمان التونسي حمزة المسلوسي إلا ظهير الأيمن للفريق تدريبات منفردة في ميران الأمس بالجري حول الملعب وكان المسلوسي انتظم في تدريبات الزمالك يوم الاثنين بعد عودته من فترة الراحة من تونس وشارك في جزء من التدريبات فضل جزفالدو فريرا المدير الفن الفريق خضوع اللعب التونسي حمزة المسلوسي لتدريبات منفردة بالجري حول الملعب لتجنب الإجهاد قد كابتن محمود عبد الرازق شكابالا قائد الفريق برنامج تدريبي خاص في صالة الجيم على هامش التدريبات الجماعية بالأمس وخض كابتن شكابالا تدريبات بدنية برافع بعض الأوزان الخفيفة لعدم زيادة الحمل على العضلات بعد تعرضه لكدمة في الكتف خلال مباراة الزمالك وإمبي كمان كابتن شكابالا خض تدريبات متنوعة بعد ما خض تدريبات الجارية حول الملعب في ميران أول مبارح إن شاء الله شيكا يرجع بمليون سلامة وجوده مهم جدا جدا داخل الملعب وخارجه كمان ركز البرتغالي جزفالدو فريرا المدير الفني للفريق على الجانب الفني خلال تدريبات مبارح اللي أقيمت في ملعب النادي وقد لعبه الزمالك تدريبات فنية وخططية تضمنت التركيز على الكرات العرضية تزديد على المرمى من مسافات متنوعة وخد الفريق تأسيمة فنية في نهاية الميران شهدت منح المدرب البرتغالي العديد من التعليمات لللاعبين اللي تنفذها في التأسيم نروح لآخر أخبار فرقنا شهد تدريب مبارح ثلاثاء تصعيد أربع لاعبين من قطاع الناشئين وقام الجهاز الفني بتصعيد كل من عبد الرحمن علي مدافع فريق 2003 ومصطفى شكري ظهير أيصر فريق 2001 ومحمد خضر يلاعب وسط 2002 اللي شارك بالمناسبة قبل كده وكمان حاتم سكر ظهير أيصر 2001 اللي بيشارك باستمرار بقاله أكتر من سنة بتمناله إن شاء الله التوفيق طبعا بيسعى الجهاز الفني لزمالك بقيادة فريرة منح الفرص للعبي فرق الشباب في الفترة اللي جاي إن شاء الله بالتوفيق لكل لعبي نادي الزمالك في كافة إلا مستوات